تعال أبص الحركة دي معي شايف الحركة دي باجي مين بجي شمال الكتابة ما شرق معي والحركة دي في مجال الم اتراكينج الاMark AlMs. تتبع لحاجة معينة في الفيديو سواء مثلا حاجة تتحرك او شخص مثلا معين او حاجة انت بتصورها وان انت تحط الحاجة دي تمشي معاها كل ما تتحرك ومش جاي اقولك ان انت تقدر تعمل الحركة دي من الكمبيوتر لا انا جاي اقولك ان انت تقدر تعملها من موبايلك ودل وقت حالا وبشكل مجاني كل اللي انت هتحتاجه ان انت هتحمل تطبيق كات. لو انت على يوتيوب دلوقتي هتلاقي اللينك موجود في واصل في الفيديو او في اول تعليق بعد ما بتفتح الفيديو اللي انت عايز تعمل في الحركة دي على التطبيق بتكتب التكست اللي انت عايز تضيفه مع الحركة يعني هتكتب الحاجة اللي انت عايز تعمل لها تتبع وطبعا هتطوله في المدة اللي انت عايز تعملها في الفيديو يعني مثلا عايز تعمله قد ايه في الفيديو وبعد ما بتحدد الوقت بتاعه هتضغط على التكست ده هتلاقي في الاختيارات الموجودة تحت التراكينج اختيار تراكينج ده هو اللي هيبدأ يعمل تتبع للحاجة اللي موجودة في الفيديو هتبدأ تلاقي دايرة كده ظهرتلك وهتبدأ تحدد الحاجة اللي انت عايز تعملها التراكين وأنا وليكن هنا دلوقتي أنا عامل على وشي ومن المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي هتبدأ تعمل ستارت تراكين هيبدأ يحمل شوية على حسب المدة بتاعة الفيديو بعد ما بيخلص على طول التحميل بتلاقي وشك دلوقتي الكتابة ماشية معاه في كل حدة ومن علامة السهم اللي موجودة فيه دي تقدر بقى تطلع على الفيديو بتاعك بعد ما خلصته ولو عايز تتعلم حاجات في مجال الميديا تقدر تشوف القائمة اللي موجودة هنا سلام